اجتماعات شكلية هذا كل ما جنته المدينة من قانون سامراء عاصمة الحضارة الإسلامية الذي بقي حبرا على ورق وتسبب بتعتر عجلة الإعمار هناك ما يتضمنه القانون من امتيازات وباقي التفاصيل نتابعها مع مراسلنا في صلاح الدين محمد الربيعي ست سنوات ولا يزال قانون سامراء عاصمة الحضارة الإسلامية حبرا على ورق وحملا سقيلا على أهل المدينة فتأخره صرف المبالغ عطل عجلة المشاريع العمرانية التي يتضمنها هذا القانون لتحويلها إلى مدينة لائقة تمثل الحضارة الإسلامية بأجمل صورها إلا إنه انعكس سلبا على مدينة سر منراء التي أصبحت تعاني الإهمال في أغلب مفاصلها ولم تجن من القانون سوى الاجتماعات الشكلية رغم أن قانون سامراء عاصمة الحضارة ست سنوات من ننقر لكن اليوم أنتم تشوفون الوضعية يعني وضعية تعبانة ماكو أي بوادر ربما أنه راح تتحسن يعني اليوم المواطنة سامراء يريد بادرة أنه يفرح بيها أنه راح يتطبق هذا القانون على أرض الواقع لكن اللي قبضنا من هذا القانون اجتماعات وراح ننفذ وجدت تخصيصات وراح التخصيصات كل هذا اللي قبضنا من هذا المشروع للأسف يعني العراقل التي تقف بوجه صرف مبالغ قانون سامراء عاصمة الحضارة الإسلامية تسبب بتأخل تنفيذ مشروع مجاري سامراء الكبير والذي بدوره علق لتنفيذ مشاريع البنى التحتية الأخرى التي تنتظرها المدينة وجود مشروع المجاري وعدم اكتماله لحد الآن ألقى بضلالة المستوى الخدمي في مدينة سامراء هناك مشروع البنى التحتية يتعلق بكمال أعمال شركة المجاري إن شاء الله في شهر 12-2024 تنتهي مدة المشروع وعلى الرغم من دعم محافظة صلاح الدين مدينة سامراء لقدسيتها وحضارتها التاريخية إلا إنه لم يصرف حتى الآن سوى 30% من مبالغ قانون عاصمة الحضارة الإسلامية بعد مرور قرابة 6 أعوام صرفت على تأهيد الأماكن الأثرية وتطويرها عندنا قانون سامراء العاصمة الحضارة الإسلامية تم تخصيص ما يقارب 30 مليار لها وتم صرف ما يقارب 75 مليار من أجل تأهيل وتطوير الملوية في سامراء وكذلك عندنا الأحياء والأزقة الموجودة في سامراء قضاء سامراء له خصوصية لموقعها الجرافية وكذلك قدسية منطقة سامراء وتاريخها العريق لقضاء سامراء ونحن متواصل مع الحكومة المحلية في سامراء من أجل دعمها وتعزيزها وبعيدا عن تعطل المشاريع الخدمية في سامراء فإن نهمل أحد أبرز الأقضية في المحافظة يثير تساؤلات عديدة عن سبب عرقلة تنفيذ هذا القانون الذي أصبح عبءا ثقيلا على المدينة وبات واقعها لا يسر الناظرين محمد عدل الربيعي الرابعة صلاح الدين